اختتمت اليوم فعالية المؤتمر الدولي للبترول المنعقد في مدينة اسطنبول التركية المؤتمر شهد العديد من جلسات الحوار والنقاش التي تبادل فيها المشاركون الخبرات فيما قدمت المملكة العديد من المشاركات العلمية والفنية من خلال خبراء متخصصين في قطاع الطاقة السعودية وتناولت المشاركات عدة محاور قمنا بالمشاركة بورقة علمية عن برنامج مكافحة التآكل في مصانع ضغط الغاز طبعا الحق الشيبة هو حق العملاق ينتج مليون برميل في اليوم ويعالج الكثير من الغاز يتم ضغطها وحقناها في الأرض أو إرسالها لأشقائنا في فرز الغاز الطبيعي قمنا بهذه الدراسة للحفاظ على المعادات الصناعية المملكة العربية السعودية ومن خلال مشاركتها في هذا المؤتمر الدولي الذي ضم أكثر من سبعين دولة عضو تشكل أكثر من ستة وتسعين في المئة من إجمال الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم قامت بعرض رؤيتها لعام الفين وثلاثين وفيما كان على رأس وفد المملكة للمؤتمر سمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز ترشحت المملكة العربية السعودية للمراحل النهائية في إطار توزيع جائزة التميز الخاصة بالمؤتمر والله الحمد لله تم ترشيحنا إلى المراحل النهائية من أكثر من 120 شركة قدمت في هذه المسابقة واللي دائما نبحث عنه في برامجنا هو التأثير مدى تأثير البرامج التي تحققها أرامك السعودية على الفئة المستهدفة ونقول بإذن الله عز وجل أن تكون النتائج مبشرة بإذن الله المؤتمر الدولي وبحسب مدير الطاقة الدولية لم يتمكن من رفع أسعار النفط الخام رغم جهود أوبك بذلك كما شهد المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات التي حاولت توظيف التطورات التكنولوجية في مجال الاستثمار النفطي والتعريف به وفي محاولة إيجاد إبداعات روبوتية جديدة لحفظ أمن المنشآت النفطية في المعرض هنا تم عرض عدة تكنولوجيات حديثة في مجال استطلاع واكتشاف البترول والمثال الذي نراه ورأيه هو مثال روبوت مستقل لاستكشاف المصانع في البترولية والغازية والاستطلاع وخاصة التفتيش يعني لو كان هناك مشكلة في مصنع وحبين نستكشف أصل المشكل عوض من أن نبعث إنسان وين فيه مخاطر نبعث روبوت أرامكو السعودية التي مثلت المملكة في هذا المؤتمر شاركت بمعرض كبير استعرضت فيه أهم الإنجازات والأعمال والتقنيات المتقدمة والمستخدمة في الصناعة البترولية السعودية ليختتم كادرها والوفد السعودي مؤتمرهم بهذه الصورة وقد مثلوا مملكتهم خير تمثيل حضور سعودي مميز عبر شركة أرامكو في المؤتمر الثاني والعشرين للبترول بمدينة اسطنبول مؤتمر شهد العديد من اللقاءات والفعاليات التي يتوقع أن تلقي بظلالها على السوق النفطي والذي تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أبرز أركانه لقناة الإخبارية علي تباب اسطنبول